السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله رمضان كريم وكل عام وانتم بخير سؤال يتردد عند بناتنا وأخواتنا في رمضان هناك الواتساب هناك مواقع التواصل الاجتماعي ويتوصل بعض البنات برسائل فيها الدعوة للاستغفار وتتضمن الرسالة الاستغفار بنية الزواج الاستغفار بنية الحصول على كذا وكذا بنية النجاح هل هذا الأمر جائز أم لا أولا نحن نبارك هذه الصحوة الإسلامية الربانية الإيمانية التي بين صفوف شبابنا وشابتنا ونحمد الله تعالى على هذه القنوات التواصل الاجتماعي لك تسهل انتشار المعلومة أقيد أن الاستغفار مبارك وربنا عز وجل طالبنا به كثيرا في كتاب العزيز فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الاستغفار مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج لك ترمنو دخشلين وتعلى رب العالمين كي أعطيه لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب فنحن مطالبين بالاستغفار لكن الطريقة المستعملة في بعض المواقع التواصل الاجتماعي كتقول الفتاة استغفر الله لي لكي أحظى بزوج قريب أو طالبة أو تلميذة استغفر الله لي أو استغفر الله معي حتى أنا لن نجح هذا نية حسنة لكن لا ينبغي أن نربط ذلك دائما بالعطاء العادي لأن البنت لما تزوجت ولما نجحت ستقول هناك خلال في الاستغفار لا نحن نستغفر الله تعالى ولا ننظر إلى النتيجة لأن النتيجة محصلة النتيجة كل من خشع لله وخضع لله النتيجة حتمية ستكون لنويت على الله في قلبك غيره في قلب ديالك دون أن تصرح بعض المرات قد يكون نوع من الرياء وذهابوا للإخلاص لما يقع البوح بالنية النية مقرها القلب نحن نفضل من أخواتنا وأخواننا تكون ذلك التذكير بالاستغفار وبدك الله عموما وقل لك في ذلك ما شئت نوي على رب العالمين أربي غد يعطيك ونسأل الله تلك كل بناتنا وأخواتنا النجاح والزواج والبركة وتحقيق جميع الأماني وكل رمضان وأنتنا بألف خير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة